يعني بعد هاتي الفترة جربت الشغل مع يحيا جابل مع يحيا كيف صار التعارف؟ التعارف صار كنت أنا عم بعمل وقتها stand up comedy بتياترو فردا كان وقتها فيه كنا عاملين أكيب أربع أشخاص كنا هيتها كان محمد كاتب ولا لحالك؟ كان يساعدني بوقتها كان يساعدني بالتراتبية الأفكار وكان نقعد نشتغل ونسوي يعني يعني نقعد أنا وإياه وقال له بدي أقول هيا الخبرية اللي لا هيا أصبط بسيدا غير الstand up اللي كنت عم بتعمله إنتو إياه قبل أول شيء اللي عملته بتياترو فردا غير اللي كنت تشتغله إنتو إياه إنتو محمد اللي بتياترو فردا ما خصه ما خصه كانت أنا أنزل لتحت وكان عندي البت صغير يعني ربع ساعة أو تلت ساعة وكان أربع أشخاص لأنا عموا الحفلة وكان يشاركني فيهم بالأفكار أربع أشخاص حدا منهم كفة يعني معروفين هلأ؟ كانت كان فيه نور حجار في سيرجي كوليانا وفي مايا عكرة كان فيه كان هذا الأكيب وكان يحيى دايماً يعرض تحت كان ينزل كان عم يعرض مجدرة حمرة لا قبل مجدرة حمرة زياد عتاني ممكن بيروت فوق الشجرة أو بيروت طريق الجديدة صح كان عم يعرض لزياد ومبلة بعتقدت زياد عتاني زياد عتاني وكان عم يعرض مجدرة حمرة وشافك على المصرة؟ كان يتواجد تحت ومرة حضرني بستاند اف وقال لي أنه لزيزو حكينا أنه هي كان شغلة بس أنه ما كان وارد بعض العمل مع بعض رجعنا بعتقدت صار التواصل من بعد خبرية زياد يعني بعض المشكلة اللي صارت مع زياد كان بدو يعمل عمل تاني كان بدو يفوت بعمل تاني وصار التواصل تواصلنا مع بعض وعملنا أول قاعدة وثاني قاعدة وصحبت الخبرية هو العمل اللي عملته أنتويا اسمه شوها؟ شوها صح واللي كان بيحكي قصتك كان بيحكي مسيرة حياتي قصتك مع كيف بلشت وقصت الحب ونزلتي على المحال وحبي للتمثيل والصراع اللي بيني وبنبيه والمخاوف اللي عنده هيدا يمكن كان أول مرة العالم بتتعرف على اسم حسين أوق بالمعنى الحقيقي يعني ايه أوسع من إطار الهيكي الانداب كوميدي أو الاسكتشات أو الاخبار يعني تعرفت علي شريحة جديدة من الجمهور اللي هي كان جمهور يحي وكان عمل صعب يعني كان عمل صعب لأنه أنت كل الوقت لحالك ايه أنا كنت محمس بالشغل معه بفكرة أنه أنا كنت حابة بفوت على مشروع المونو دراما وحابة بكسر بفكرة أنه ايه بقدر وقف ساعتين على المسرح أنا والعب كذا كاركتر وهالاخبار ومسرحي كان فيها 13 كاركتر ما كانت يعني بالعب انت بتلعب دور بيك ودور حالك ودور أمك ودور خالتي المونو دراما بيفرق عن الستاند أب أكيد نوعا ما ايه بمحل ما لأنه بيبقى عندك الستاند أب أوقات بتصير عندك الحرية بمطرح من المطارح أنك أنت تشقل بأفكار يعني مونو دراما خاص عندها كمان بنطاق مسرحية عم تمثل ايه عم تمثل أنت ما فيك بالقصة أنك أنت تلعب فيها فيه كاتب لألأة وكاتبها بطريقة معينة أنك أنت ما تشقل قصص أو أنت بالستاند أب أنت حر أوقات بتكون جايب عندك بيت معين ماشي فيه عندك فكرة لقدام فيك تسحبها للأول إذا حسيت الجمهور نام تعلي فيها شوي عرفتش عزي بتكت منتج على المسرح بس المونو دراما غير فيها فيها كاركترات فيها صعوبة كان والجمهور طبعا يحيي أنا بعتبره جمهور صعب جمهور كبير بالعمر بالمحال يعني إذا بدك بنوا شبابة نسبة يعني نسبة الشباب اللي فيه شوي قليلة بوقتة يمكن هلأ عشان ما أزلوا يمكن هلأ وكانوا كبروا أكتر بالعمر ممكن فإيه كان وتجربة إنك توقف ساعتان على المسرحة ما تقدي ناص على 60 عرض أو 62 عرض كمان كان أعطاني أكسبيريس على الوقف على المسرحة بس بالمجمل يعني المسرحية فعليا نجحت طبعا بتقول يعني فيه جمهور يحيا وحتى سمعت برات جمهور يحيا في كتير عالم فيه عالم بعد الهالة تجي بتالي إنو حضرناك بشو هاو كنا حبيناك وأخذت فيدباك إيجابة حتى من النؤاد ومن الصحافة صح صح وبوقتة واحد بيتوقع لأنه هادي صارت مع أكتر من حدا أنه تتبع بعمل تاني يعني أنو تتصور بالتجاه تاني صار محاولة عمل تاني أنا بمحل كانت بدي أطلع من فكرة مش المونودراما على قد ما أني أطلع من شوي اللون اللي عم يشتغلوا يحيا ما لقيت حالك فيه هو من الأساس أنا لما فدت عملك كانت الهدف من المونودراما مع يحيا كان أنه أنا بدي بدي قوي وقفتي على المسرح بالمساحة عم نحكي بدي بدي ها فكرة أنه عرفت التحدي أنه أنا بدي يعني لما كنا عم نشتغل على المسرحية ووصلت للساعتين وحاول أنه يشحل منه يحيا يقول لي أنه عبالة تضل على الطويل لا إلك أنت تكون عم تختبئ القدراتك تكون أه أنه من دم التحدي لنفسي أنه أنا بدي وقفوا الساعتين على المسرح بدي يكون قادر أعملهم يعني بس نوع المسرح اللي بيشتغلوا يحيا هو ما بيشبهني للأساس يعني مش هو مطرحي أنا لما اختبرت حالي بشوها أنت كنت بوقتها تشوفه ما بيشبهك ولا بس بلشت تتطور تجربتك مع محمد صرت تحس أنك تستحدي لا 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 لأنه أصلا كنا نشتغل أنا ومحمد قبل وشغلين كذا عمل قبل وكاننا عاملين مصرحية اسمها لعلى وعسى وكانت كمان ناشحة بس كان جمهورنا نحنا على قدنا وهالإخبار بس عرفت كنت فايت بالستيل قبل اللي هو الشعبوي اللي هو الحقيقي شوي عرفت اللي الأداء فيه بيبقى مبين بسيط بس هو صعب عرفت مشكلتي كانت بمصرح يحيى أنه هو بحبه يعني بحب تروح للآخر بالكاركتر عرفت أنه تعظم فيه على الشغل كاركاتوري أيوة يعني مثل أنه بدك تعمل دور لنقول زكرنا الكلب بدك تعمل دور الكلب وهالإخبار وزكرنا الأم بدك تعمل لك صوتك للأم وتروح فيها للمكسيموم يعني بتطلع شوي من الواقعية إذا بدك بتصير بمطرح المطارح عما نضحك بهالطريقة فهمتشو قصدي فهذا أنا بالنسبة أنا ما بيشبهني بس مش معناته أنه مش فاشل أو شي وهو هذا ستيل من المصرحي أنا حسيت أنه بيتعبني هذا الشي أنا بحب يكون عم بلعب كاركتر يكون كاركتر حقيقي شوي كمان أنا بحب يعني أسلوب يحيا بالكتابة وبالسرد عمل أنه بيجيب قصة مثلا هي قصتك أو قصة زيادة بمنتجها وبيخبرها بيعمل ستوري تالينك بيعمل منتج حلو وهو لأنه كمان جاي من باعجراوند يعني مسياس وعنده إذا بدك هيكي بيذكرته التواريخ المهمة بمراحل من تاريخ لبنان حاضرة يعني بيقدر يفوت البادس السياسي والبادس يعمل مزيج حلو يعمل منتج حلو أنت مذكر بيروت مثلا أنت نقول مسرحيات زيادة تاني معه من الخمسينات أو من الأربعينات أو عب ترجع تسترجع الشي اللي ما عشتوا واللي عشتوا عب تتذكروا بطريقة سلسة يعني كمان أنا برأيي أنه في عمق بمسرحيات مش هم مش سطح لا لا أنا عبقول يعني طريقة التعبير يمكن بتروح تتوصل المسج أو تتوصل الرمق بأنه والكاركتير يبقى مبالغ فيه هو بحب هالمبالغة بالأداء اللي أنت حسيت اللي أنا حسيت أنه مش كتبتش بعني وعد عنها بحب الانترأكشن مع الجمهور واللي هو أنا ضمن المسرح بكرة بالمسرحي كمسرح أنا ما بحب أنه تكسر هذا الجدار ما بحب بحب أنه أنا بحب أنه في مسرحي إلى بداية إلى نهاية أنت كناخ عم تحضر لوحة فهمتش أصدق أنه عم تحضر شي ما فيك تدخلوا أنت فيك تتفرج عليها تنبسط أنه لايف قدامك بس ما فيك أنت تتحشر فيه بس خلصة التجربة فور جود يعني ما صارت في مشاكل أو ما صارت في ما في مشاكل بينه وباليحية أبدا يعني بعدنا لعلق وحضرنا مسرحية أنجو الأخيرة والأخبار وحبيناها كتير صراحة هاي من عشان ما تقوله بعدين لكن أنه أنجو شيعية ويحية شيعية لا يا خية ما خاص بس لا كان حضرنا المسرحية ولا أبدا بعدنا أصحاب بس عم قل لك أنه جربنا أنجو نعمل عمل تاني فكان يحية بعد وبدو هذا الستيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر